هو محترق قلبه لأنه تعرفين هذا خطيئة أكله سنة وثلاثة شهر وضع مستقبله وضع عائل تضاعت ما عده أي مشكلة سواء أنه هو أخو خليل الدليمي وللطرفة للطرفة هو كانوا ياه بالقاعة اللي أنا كنت مراقبها فهو يظل نايم من أسر العشاء أجي أقاعده أقل له أقعد طارق طارق أقعد أسه خليل وين وينت وين خليل يفتر بلبنان وبالأردين وبسوريا والتهناء يظل يسبب أهله أنه بالقدر اللي يخلاه يصير خليل أخو فهذا الرجل يعني ما اعتذره خوفا أو انسحابا يقول لي أنه عنده حالة وفاة فقط لا 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 يقول ما اصير حلقة ثانية وأجي لا لا حالة وفاة ويقول ما اصير حلقة ثانية وأجي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر